السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة مع قناة مصر التعليمية في مادة محاسبة الضرائب لشعبة إدارة والنهاردة إن شاء الله مع مراجعة جديدة على أبناءنا الطلبة اللي موفقهمش الحظ إنهم دور تاني طبعا في عندهم مادة من الدور الأول فإن شاء الله النهاردة هنبدأ مراجعات خاصة بمادة محاسبة الضرائب عن الدور التاني وإن شاء الله ناخد تمارين متنوعا بإذن الله نحاول نقسم المراجعة إلى فقرتين أو إلى إن شاء الله بإذن الله شرح منهج كامل عن محاسبة الضرائب وحابي بقول عشان خاطر الدور الأول في محاسبة الضرائب امتحان 2021 كان في بعض الزملاء وبعض الطلبة بيتكلموا على بعض النقاط إن شاء الله هنحاول نشوف كل النقاط دي والنقشها مع بعض لأن محاسبة الضرائب برضو أنا عايز أقول من المواد المهمة جدا 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 اللي إحنا لازم نركز فيها عموما أي نوع من المحاسبة لازم الطالب يعتمد بنسبة كبيرة قوي قوي على الفهم وليس الحافظ وخصوصا محاسبة الضرائب تعتمد بنسبة كبيرة على التطور والتنوع وليس الجمود يعني المحاسبة ما بتبقاش ثابتة على حاجة معينة إحنا بنلاقي كل سنة أو كل فترة في تغير في نسب في شرائح في بعض الأفكار حسب القوانين والتشريعات التي تتوصدر عن الدولة تمام؟ إن شاء الله في حلقتين هنحاول نلم كل محاسبة الضرائب على مراجعات وأسئلة مهمة على الدور الثاني المنه الجوه هو مفيش تغيير إن شاء الله لما تحناك جاي مبسطة وسهلة وكويسة إحنا عايزين نقول بس نفكر أو نحاول نتعامل مع أي تمرين بتفكير ومش هنقول إن إحنا دي تعتبر حاجة ثابتة أو هنحفظها أو هي تعتمد على الحفظ لا المحاسبة أساسا ورقم واحد تعتمد على الفهم أفهم الموضوع جاي إزاي؟ ودي رسالة للطلبة والزمائلي إن إحنا لازم نمرن الطلبة بالنسبة للزمائلي على الأفكار المتنوعة المتجددة لأن إنت عارفين زي ما قلت من شوية المحاسبة متنوعة متغيرة هي مش ثابتة على حاجة معينة وزي ما قلنا ممكن يكون من سنتين ثلاثة كانت الشريحة التي تخصم لعفاة شخصي ستلاف ونص السنة دي بقى التمانية أو اتغيرت برضو بنسبة جديدة إحنا شغالين على التمن تلاف طيب إحنا عايزين نركز دلوقتي في الجزء اللي إحنا هنبدأ ناخده والأسئلة اللي هناخدها هنرجعها ونركز فيها ودي تعتبر بالنسبة لنا مراجعة مفيدة ونبدأ الأول كده إن شاء الله مع بعض مع بداية التمرين الأول اللي هنقول إن المحاسبة تنقسم إلى ست تمرين أول ضريبة اسمها ضريبة المرتبات ضريبة النشاط التجاري والصناعي ضريبة المعنى الحرة الضريبة العقارية ضريبة القيمة المضافة ضريبة إرادات النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الاعتبارية وده الفرق إن فيه سؤال اسمه ضريبة إرادات النشاط التجاري وفيه درس تاني اسمه ضريبة إرادات النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الاعتبارية هي مسميات ونحاول نركز زميلي وأنا والطلبة على اسم التمرين عشان خاطر ما يبقاش فيه لغة أو فيه أي فكرة أو حاجة بتخلينا أحل التمرين بخطأ أو أنقص درجة وعايز أقول وطم من أبناء الطلبة انتحان بيتصحح على خطوات مش معنى أن أنا غلطت في رقم أو في حاجة بسيطة يبقى أنا كده التمرين بالنسبة لي ضايع لا أنا بمشي على خطوات وفي الأول وفي الآخر إن شاء الله بنكون في مصلحة الطلبة وربنا يوفقكم إن شاء الله واللي ما وقفوش أو اللي هو يعني ما أسعدوش الحظ في أنه هو ينجح من أول الدور الأولاني فإحنا دلوقتي بنرجع لكم الدور الثاني مع محاسبة الضرائب وتعالوا نشوف مع بعض دلوقتي التمرين الأولاني على الضريبة الأولى وهي ضريبة المرتبات ضريبة المرتبات دلوقتي تنقسم أولا ضريبة المرتبات مفهوم الضريبة هي فريدة نقضية تحصل عليها الدولة من الأفراد والمنشآت تبقى أن قواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية دي الدريبة إيه؟ أو مفهوم الدريبة عموما قلنا ضريبة نقضية بتحصل عليها الدولة من الأفراد يعني بيدفعها الفرد في قواعد محددة عشان أغطي نفقات أو نفقات العامة للدولة عشان حقق رفاهية اقتصادية لأفراد المجتمع أول درس معانا ضريبة المرتبات تفرض ضريبة المرتبات على إرادات العمل التابع وهو العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير أنا عايز بس نقطة مهمة على موضوع الضريبة عن المرتبات تركزوا معايا إن شاء الله هنقول كل الأفكار وهنقول كل الحاجات اللي أنتوا فيتاكم في موضوع الضريبة أو إحنا بنختلف أو بنقول فيه نقطة معانة مش فاهمينها إن شاء الله هنوضح كل نقطة معكم دلوقتي طيب الضريبة عن المرتبات طبعا كلنا زي ما إحنا عارفين إن إحنا عندنا الضريبة عن المرتبات برضو تركزوا معايا سئنا الضريبة عن المرتبات عايز أقول ضريبة المرتبات دي دي ضريبة بتفرض على الشخص الذي يعمل سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص وبياخد أجر مقابل كده تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل يعني أنا دلوقتي شغال في مدرسة باخد مرتب عايز أحسب ضريبة على المرتب بتاعتها وتركزوا قوي في النقطتين اللي هقوله المرتب الذي يحصل عليه العامل نعين إما أو الأجر عموما أجر أساسي وأجر متغير ونركز أو على كلمة أساسي وعلى المتغير الأجر الأساسي هو الأجر الذي يحصل على عامل عند تعيين يعني أنا دلوقتي عامل عقد هتعين على الأساسي بتاعي خمسمائة جنيه ستمائة جنيه ألف جنيه وده بيزيد كل سنة بنسبة معينة ومعاه يضاف إلى الأجر الأساسي العلاوة الخاصة أو الاجتماعية أو الإضافية والأجر الأساسي يشمل 3 حاجات بدل طبيعة عمل حوافز إنتاج أجر إضافي يبقى أنا عايزة فرق دلوقتي ما بين نوعين من الأجر إما الأجر إما يكون أساسي وإما يكون متغير طيب الأجر الإضافي فيه بعض التمرين زي التمرين التيرم الأول قالك 60% مثلا بدل طبيعة عمل من الأجر الأساسي المقصود بالأجر الأساسي هنا عزاء الطلبة أو إخوات المدرسين والمدرسات ما يحصل عليه العامل أو ما يقايد بالعامل بعقده اللي هو الأجر الأساسي وليس يضاف إليه علاوة خاصة يعني أنا عايزة أقول أنا قلت من شوية أن الأجر الأساسي عبارة عن مرتب أساسي وعلاوة حاجتين طيب لما يجي يجيب لك في تمرين نسبة 60-50 من الأجر المتغير عايزة أحسبه فأنا بحسبه طبيعة على إيه؟ على الأجر الأساسي اختلفنا في وجهات النظر لكن دي مسلمات وحاجات أساسية وإحنا بنمشي على كتاب المدرسة وكتاب الوزارة فلازم تركزه في النقطة دي إذا قالك في تمرين نسبة بدل طبيعة عمل حافظ إنتاج أجر إضافي جبهلك بنسبة من الأجر الأساسي أو من المرتب بيقص بالأجر الأساسي هنا المرتب الأساسي عشان ما يبقاش فيه غلط أو لغط ما بين السادة الزملاء بتحسب على الأجر الأساسي وليس الأجر زائد العلاوة يعني أنا في التمرين بتاع الدول الأول قالك الأجر الأساسي يعتبر مبلغ يشمل علاوة يبقى إحنا الأجر الأساسي كان 1400 يشمل علاوة 200 فرح جايب الـ 1200 وشال منه 1200 فاتبقى 1200 ده اللي هحسب عليه طيب أرجع تاني بقى لتكملت المرتبات عشان نكملها طيب الضريبة على المرتبات تفرض على إرضات العمل التابعة وقلت الأجر نوعينه مرتب أساسي علاوة خاصة أو إضافية أو اجتماعية بدل طبيعة عمل حافظ إنتاج أجر إضافي علاوة خاصة طيب أنا عايز بقى أبدأ معكم كده على طول في التمرين الأول ونشوف التمرين بيتحل إزاي ولكن اسمعي على اللي أنا قلت دلوقتي المرتب الأساسي يشمل الأجر الأساسي يشمل مرتب أساسي وعلاوة خاصة والأجر المتغير يشمل بدل طبيعة عمل حافظ إنتاج أجر إضافي والعلاوة ممكن تكون مضافة وغير مضافة رمضان صالح يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص يتقاضى شهريا ما يلي مرتب أساسي 1500 علاوة خاصة مضافة لأجر الأساسي 400 بدل طبيعة عمل 400 وأجر إضافي 600 فإذا علمت أن المموال يصرف له بدل سفر وانتقال 150 حساب الضريبة المستحقة على الموظف شهريا علما بأن الحد الأقصى 200 و1000 طيب قبل محل التمرين إحنا قلنا لازم نقسم تمريننا ونحسب عليه الآتي أول حاجة تحسب عليه إحساب اشتراك التأمين الاجتماعي وقلنا التأمين الاجتماعي معنا لازم قبل محل التمرين أحسب له حاجة اسمها اشتراك التأمين الاجتماعي وده بيحسب على حاجتين على الأساسي وعلى المتغيري بأنا دلوقتي عندي الممول يحصل على مرتب أساسي قلنا كام؟ قلنا المرتب الأساسي بتاعه يعتبر عندي 1500 وفي علاوة خاصة مضافة لأجر الأساسي 400 يبقى المبلغ كله 1900 طيب الحد الأقصى كام معنا؟ والحد الأقصى 2000 طيب أنا عايز أقول إحنا بناخد الأقل يعني أنا عايز أقول للمرتب الأساسي العلاوة نوعين إما علاوة مضافة أو غير مضافة ركزوا في النقطة اللي هقولها دلوقتي لو العلاوة الخاصة دي مضافة للأجر الأساسي هتعتبر بالنسبة لنا تضاف إلى المرتب الأساسي لو العلاوة بتاعتنا غير مضافة للأجر الأساسي هتضاف مع الأجر المتغير يبقى أنا دلوقتي لازم نركز مع بعض ونعرف إن العلاوة نوعين علاوة مضافة وعلاوة غير مضافة العلاوة بتاعتي لو العلاوة بتاعتي دي مضافة قلت هوا من شوية خلي بالكم مرتب أساسي 1500 وعلاوة مضافة 400 أجمع 1500 و400 وده الأجر الأساسي يضرب في نسبة سابتة 13% بس عايزة أركز 1500 و400 كام يا جماعة 1900 وقال لحسابي الضريبة المستحقة إذا علمت أن الحد الأقصى 2000 أنا عايزي الأقل هل الأقل لألفين ولا 1900؟ طبعا 1900 هضربها في 13 عالمية داني 247 الأجر المتغير البائبة يحصل على بدل طبيعة عمل وأجر إضافي هما ثلاث حاجات بدل طبيعة عمل وأجر إضافي وحوافز إنتاج هو جاب لتنين 400 و600 كام ألف والحد الأقصى عندي ألف أي رقم فيهم مش مشكلة هضرب الألف في نسبة سابتة 10% هتديني من جنيه عايز بس أقول حاجة مهمة جدا تركزوا معي فيها اللي هو أن العلاوة نعين العلاوة نعين إما علاوة خاصة مضافة أو علاوة خاصة غير مضافة لو جالك في التمرين العلاوة الخاصة دي وقال لك مضافة حطها مع الأساسي لما تيجي تعمل اشتراك تأمين ابتماعي لو قال لك غير مضافة حطها مع المتغير يبقى إحنا العلاوة نعين يا مضافة يا غير إيه مضافة وممكن التمرين يجيب لي لتنين إما مضافة أو غير مضافة نقطة تانية مهمة عايزة أقولها لك إحنا عندنا في التمرين قالك الأجر الأساسي 1500 وعلاوة 400 لو أنا جيت في التمرين قلت الأجر الأساسي 1500 يشمل 400 علاوة يشمل هطرح 1500 نقص 400 هيبقى المرتب الأساسي 1100 بس يعني أنا بطرح طالما قال لي يشمل الوا علاوة يعني هو فرق ما بين كلمة يشمل وكلمة وا وعلاوة يبقى العلاوة الوحدة يبقى زي الترمي الأولاني لما جالك المرتب أو الأجر كله 1400 يشمل 200 علاوة خاصة شلت المتين بقى الأجر 1200 يعني 1400 نقص 200 إداني 1200 لو في التمرين زي ده جيت قلتلك مرتب أساسي أو الأجر الأساسي 1900 يشمل 400 جنيه علاوة هشل 400 من 1900 قلتلك وعلاوة مش هشلها أخليها زي ما هاي آخر نقطة قلت زي من شوية العلاوة الخاصة لو مضاف أحسبها مع الأساسي لو غير مضاف أحسبها مع المتغير هكامل 80 دلوقتي مع الجدول وطريقة الحل طيب إحنا خدنا دلوقتي خلاص الأجر الأساسي حسبنا اللي احنا قلنا على دلوقتي هنقول بقى إيه الجدول يتحل إزاي بتاع الضريبة الشهرية أول حاجة المرتب الأساسي 1500 والعلاوة الخاصة هكتبها في التمرين طالما مضاف الأجر الأساسي ب400 جنيه واجي أكتب قدامها شرط يعني العلاوة الخاصة دي باجي أكتب قدامها شرط الأجر المتغير عبارة عن حاجتين بدل طبيعة عمل وأجر إضافي طلعب كام طلعب 400 و600 يبقى المجموع أجمع 1500 و400 و600 إداني 2500 يخصم منه إعفاء شخصي 7000 جنيه سنويا على 12 سابت الرقم ده سابت بصي بقى التمرين ده بتاعك تحاول تبدأ تفهم الحاجات تتحل الزي دي كلها سوابت في التمرين يعني مثلا بقول يخصم منه إعفاء شخصي الممول رقم سابت 583 و13 أو 33 من 100 أو 333 مش مشكلة عندنا احنا بناخد أول رقم 583 الأجر الأساسي اشتراك تأمين اجتماعي لو بصيك كده معايا قد اشتراك تأمين اجتماع الأساسي هو 247 والمتغير 100 يعني احنا عندنا دلوقتي الـ 247 والمتغير 100 تمام؟ هنقوله دلوقتي 247 عندك ودل 100 واجمع 538 و13 و247 و100 يدينا 930 و13 هطرح مجموع إجمال الأجر الأساسي والمتغير الـ 2500 ونص نص 930 وديني 1569 وسبعة من عشرة تكامل تمرينك يفضل أن يكون في صفحة واحدة أنا نقلت أخر رقم ده صفل إرادة الشهر المؤقت 1569 وسبعة من عشرة بخصم منه حاجتين سواء جون في التمرين أو مجوش في التمرين أقصد تأمين على حياة الموظف واشتراك تأمين صحي أقصد تأمين على حياة الموظف لصالح زوجته وأولاده زوجته وأولاده واشتراك تأمين صحي واحد في المية ما جاش في التمرين فحطت شرطة قدامهم طبعا بصفر هطرح 1569 وسبعة من عشرة وطبعا رقم ده ما فيش هينزل زي ما هو 1576 وسبعة من عشرة هروح ضربه يحول إلى سنوي بالضرب في 12 1569 وسبعة من عشرة في 12 يديني 18836 واربعة من عشرة وأطرح منه 8000 هيتبقى لي 10836 واربعة من عشرة هنمسك الرقم ده نقربه لأقرب رقم عشري يعنينا بناخد الرقم ده اللي هو 1569 تمام ونروح ضربينه في مبلغ 12 سابتة هيديني 18836 واربعة من عشرة أشيل منهم 8000 حاجة اسمها شريحة معفاة ده الإعفاء السنوي للشخص الموظف اسمها شريحة معفاة وده رقم سابت في كل التمرين 8000 جنيه اتبقى لي 10840 أقربها 10836 تتقرب لـ 10840 بحاولة خليها رقم سابت كده ورقم صحيح أروح ضربها أول رقم في 10% يبقى الضريبة السنوية 1084 ثم تقسم الضريبة السنوية على 12 عشان أجيب الضريبة الشهرية على 12 تطلع 90 جنيه يبقى أنا كده خلصي تمريني وحليته بطريقة بسيطة جدا ده لو جالك التمرين مبسط يعني ما فيوش بعض التعفضات احنا دلوقتي خدنا التمرين الأول على دريبة المرتبات تمرين بسيط وسهل وتحاول تبدأ على قناتنا قناة مصر التعليمية على اليوتيوب تبدأ تبحث عن محاسبة الضريب أنا شارح الحاجات دي كلها برضو بتمرين بأرقام تانية تحاول تنوع نفسك وتستفاد من التمرين اللي احنا بإيه بندهالك وتحاول تركز فيها شوي تحاول إن شاء الله ما تقلقش جايسة ما فيوش أي صعوبة قلت تاني المحاسبة محتاجة تفكيره فيه مش محتاجة أنه نحفظ ورص الحاجة وخلاص طيب هدخل دلوقتي على التمرين تاني على المرتبات عشان يبقى فيه إيه تنوع في التمرين وطريقة الشرح طيب تعال نشوف مع بعض التمرين التاني بيقول لي إيه طيب احنا خدنا التمرين دلوقتي معنا هنبقى بنقول مواحزات يعفى من الضريبة بقوانين خاصة كل من العلاق اجتماعية والإضافية والخاصة لو جات لك علاوة اجتماعية والإضافية والخاصة تعفى لو جات لك علاوة دورية دي تغضع للضريبة بنحط لها رقم العلاوة الخاصة ركز في دي أولا نسألوه العلاوة الخاصة تحسب من الأجل الأساسي في حالة أنه ذكر بالتمرين مضافة للأجل الأساسي العلاوة الخاصة تحسب من الأجل المتغير في حالة أنه ذكر بالتمرين غير مضافة للأجل الأساسي يعفى من الضريبة فيه في التمرين بتاعنا بدل سفر وانتقال يعفى وبدل مسكن وبدل جمع وبدل مأكل وبدل إقامة لصالح العمل طالما كانت لصالح العمل تعال نشوف مع بعض الوقت التمرين الثاني وسامر ربيع يعمل في إحدى شركات قطاع العام يتقاد شهريا مرتب أساسي 2400 أجل إضافة 600 حوافز إنتاج 50% من رتيبه الأساسي بدل طبيعة عمل 400 وعلى هو خاصة غير مضافة لأجل الأساسي لاحظ إن علاقة الخاصة هنا غير مضافة لأجل الأساسي 500 فإذا علمت أن الموال المشترك في التأمين الصحي 1% ويدفع 300 جنيه شهريا قصة تأمين على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر حساب الضريبة علما بأن الحد الأقصى للأجل الأساسي في التأمين الاجتماعي 2000 والأجل المتغير 1500 نبدأ الأول بالتأمين اللي احنا متعودين عليه حساب اشتراك التأمين الاجتماعي عن الأجل الأساسي يؤخذ الأقل بين المحسوب والأقص الأجل الأساسي عندنا حكتين ركز بقى في الأرقام اللي أنا قلتها وهنرجع تاني نتمنى بطريقة بسيطة دلوقتي نرجع دلوقتي المرتب الأساسي 2400 بس العلاوة غير مضافة طيب نركز بقى مع بعض العلاوة غير مضافة دي معناها إيه؟ إن أنا عندي لما جيت حسابت الأجل الأساسي اللي هي 13% سابتة خدت الأساسي بس طيب الأساسي 2400 وهو قالي لحد الأقصى 2000 أخذ أنا بقى الألفين ولا الأقل ألفين ولا ألفين وربعمية أنا سامح حد بيقولي الألفين طبعا أقل أضرابها في 13 على مية هتطلع 260 المتغير بقى بص الأجل المتغير تطلع كم حاجة معي؟ أجر إضافة 600 حوافز إنتاج مية ألف ومتين وهقولي جات إزاي؟ الـ 2400 دول اللي هو المرتب الأساسي قالي حوافز إنتاج خمسين في المية هتطلع بالـ 2400 في خمسين في المية تطلع بـ 1200 يبقى أنا عايز أركز لو في التمرين جاء قالي حوافز إنتاج أو بدل طبيعة عمل أو أجر إضافي بنسبة معينة زي اللي أنا جاتلي في التمرين خمسين في المية بصوا كده شوفوا حوافز إنتاج خمسين في المية من راتبه الأساسي أو من أجره الأساسي أو من المرتب الأساسي مش مشكلة من الأجر اللي هو طبعا زكاة العلاوة مضافة عندي أو غير مضافة ما ليش دعوة أنا باخد مبلغ الأجر الأساسي اللي هو 2400 اللي هو ده المرتب واضربه بـ 50 على 100 عشان ده يا جماعة هو ده اللي بتقيد في عقد العامل وده اللي بيزيد على أساسه العلاوة يعني أنا بزيد كل سنة على مرتب الأساسي مش على المرتب والعلاوة طيب لأن العلاوة نسبة سابتة برضو كل سنة طيب 2400 ب1200 هجم على ال600 وال1200 وبدل فبيت عمل ال400 وفي علاوة غير مضافة ب500 يبقى المجموع كله 2700 يبقى الحد الأقصى 1500 طبعا هاخد لأقل 1500 فعشرة على مية ب150 اشتراك تأمين صحي ده مهم جدا قال للمماو المشترك في التأمين الصحي بنسبة 1% فيه ناس بقى بتبدأ تتلغبط في الجزء ده ويريد تركزوا معايا فيه قوي 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 عشان خطر ايه ما يبقى اش رقم غلط يبواز لك التمرين احنا دلوقتي عندنا الأساسي موجود معانا طلع بكام خدنا هنا في الأجل الأساسي 2400 والألفين خدنا الألفين والمتغير خدنا 1500 ما خدناش 2700 انت بتاخد الأقل في الاتنين يعني بتاخد الأقل في الأساسي والأقل في المتغير فالأساسي خدت 2000 والمتغير خدت 1500 هيبقى مجموعهم 3500 في واحد العالمية هيديني 35 جنيه تعالوا بقى نشوف التمرين الجدول بيتحل ازاي؟ الأساسي خلي بالك أنه حطيت العلاوة الخاصة هنا غير مضافة حطيتها تحت مع الأجل المتغير ولو مضافة حطها مع الأساسي أو لو حطيتها مع الأساسي برضو ما فيش مشكلة طالما هي ما بتحطلاش رقم فما بتأثرش في حل التمرين بس يفضل أنت تحطها لو أساسي تحطها مع الأساسي لو قالك مضافة لو قالك غير مضافة يبقى مع المتغير احنا خدنا الأساسي 2400 أجل إضافة 600 حافز انتاج 50% 1200 بدل طبيعة عامة 400 على وخاصة غير مضافة ما بتضافش مجموعهم 4600 قلنا السوابت بقى اعفاء شخص للممول رقم سابت 5383 من عشرة اشتراك تأمين اجتماعي لسه جايبه في التمهيد بـ 260 وترجع لتمهيدك وتركز في التمرين وتكتب التمرين عشان ما تنساش او ترجع للشرح التاني على اليوتيوب وتبدأ تبص الرقم ده جزاي وبعد كده أجل أساسي متغير 10% بـ 150 المجموع 993 من عشرة هترحه من 4600 هيديني 3606 و7 من عشرة هبدأ انقله في نفس الجدول تاني طبعا يفضل انت تعمله في جدول واحد غير لدرد الشهري 3606 اقصد تأمين على الحياة الصالح للممول وزوجته طلع الراجل قال لي ايه قال لي راجل ممول على حياة الصالح زوجته وأولاده القصر تعب بص كده في التمرين راجل ممول على حياة المصلحة زوجته وأولاده القصر ماشي نشوف في التمرين تاني قال لي اب decrease الممول يدفع 300 جنيه شهريا انقصت تأمين على حياة الصالح زوجته وأولاده القصر تمام؟ فأنا بروح عمله إيه بقى؟ يعيب الرقم بتاعه هو وأشوف هو مؤمن على حياته المصلحة الزوجته وأولاده بكام؟ تمام؟ يعني أنا بشوف الراجل ده مؤمن على حياته المصلحة الزوجته وأولاده بقدي إيه؟ وببدأ أكمل التمرين يبقى أنا دلوقتي هرجع تاني التمريني أبص على الرقم اللي أنا هحسبه عشان أخلص تمرين المرتبات عشان أبدأ في التمرين تاني معكم إحنا دلوقتي قلنا لو الممول مؤمن على حياته المصلحة الزوجته وأولاده لازم يكون الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته وأولاده فقط يعني لو والدته أو أخوه أو أبوه أو بنته المتزوجة أو ابنه البالغ من العمر عدى 21 سنة ما ليش دعوه بالرأي يعني هقولك برضو بطريقة بموسطة أسهل لو أنا راجل قالي في التمرين أو التمرين جالي أن الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته وأولاده بربعمائة جنيه ده حط ربعمائة كله في التمرين طب لو قالي الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته وأولاده أو زوجته وأولاده وأمه أو زوجته وأمه وأخوه بأس من الرقم اللي جايلي ده على اتنين يعني ربعمائة هتبقى متين يبقى أنا عايزة أركز شوية قوي التأمين على حياته الممول بيكون صالح اتنين زوجته وأولاده زوجته وإيه وأولاده يعني مثلا ما يقوليش والدته ما يقوليش أمه ما يقوليش أخوه ما يقوليش مثلا يعني والدته أو أمه نفس الاسم طبعا بيجيبهالي باللفزين مؤمن على حياته زوجته وإيه وأولاده مؤمن على حياته لصالح زوجته وأمه أيا كان إحنا دلوقتي بنعتمد اعتماد أساسي على الجزء اللي احنا بنتكلم فيه التأمين يكون لصالح زوجته وأولاده طبعا إذا كان ابنه البالغ من العمر 21 سنة برضو لا يصح أو هو طبعا رقم بتقسم على اتنين إذا كانت بنته متزوجة رقم بتقسم على اتنين هكامل التمرين معكم الجزء الأخير بتاعي تمرين المرتبات طيب إحنا خدنا دلوقتي أقصاد تأمين على الحياة لصالح زوجته وأولاده 300 جنيه اشتراك تأمين صحي جابه ب35 يبقى 335 أجمعهم واطرح طبعا بص بقى المقارنة الجميلة دي بتاعتنا إحنا خدنا رقم ده ركزه أو في المقارنة طالما جاب لي في التمرين اشتراك تأمين على الحياة واشتراك تأمين صحي فباخذ الرقم اللي طلع فوق ده الوصافي الإراد 3676 من 10 بضربها في نسبة سابتة 15% جاب لي الناتج كان بقى يا جماعة 541 أو المدفوع اللي انت لسه جايبهو كان بقى بص بص اللي احنا جايبونه كام 335 جمعت 300 زائد لل 35 تأمين 335 أو حسب القانون رقم سابت 833.18 حضرتك باللون الأزرق ده حاول تختار لي أقل رقم هل 541 ولا 335 ولا 833 أيهما أقل طبعا 335 تاني تاخد صافي الإرادة تضربه في نسبة سابتة 15 على 100 هيديك رقم وتاخد المجموع دول تحطه جنبها كده تقول المدفوع والجيب من عندك رقم 83.23.18 اداني 3.277 يحول إلى سنة وبالضربه في 12 39.260 أخصم الشريحة المعفو رقم سابت يدينا 31.290 أعمل الشريحة بتاعت ازاي طالما الراجل كده المبلغ بتاعنا عدد 22.000 هقسمها على شريحة الضريبة السنوية رقم واحد هتاخد من الرقم ده اللي هو 31.290 وتضربه في 10 على 100 الباقي بقى منه شايف أنا عملت ايه 31.290 ناقس 22.000 اداني مبلغ ضربته في 15 على 100 اللي هو 9.290 في 15 على 100 تلعب 1393.5 هجمع الرقمين يبقى الضريبة السنوية تلعب كام 3599.5 طبعا لما هجي بعد كده اضربها أقسمها على 12 هتدينا 299 احنا كده خدنا الضريبة الاولى واللي هي الضريبة على المرتبات هناخد ضريبة رقم اتنين ضريبة النشاط التجاري والصناعي اللي هو التمرين التاني اللي هنشوف فيه دلوقتي الشكل بتاعه والتمرين بيتنوع عن ايه ضريبة النشاط التجاري والصناعي دي تعتبر احنا هندرس فيها ضربتين اما الضريبة المقررة على الشؤى السكنية او المباني السكنية او الاراضي المقصمة للبيع يعني انا دلوقتي مقاول والمقاول ده المفروض ان هو اما يبنى عمارة وبيبدأ يقسمها الشؤى ويباعها او في نفس الوقت بيجيب ارض ويقسمها ويباعها في كلتا الحالتين عايزكم تركزوا في التمرين ده كويس قوي في بعض النقاط الهمة اللي انتو المفروض تركزوا فيها عشان ما اتهوش في التمرين وهنقاشها مع بعض ونشوف التمرين برضو كذا ليه كذا فكرة وتحلوش ازاي عشان خاطر تبدأوا ايه تطبقوا عليه كده تمرين سهل وكويس هنبدأ بجزء اولاني قلت تاني ضريبة ارادات نشاط التجاري والصناعي او التجاري دلوقتي اللي هو بالنسبة لنا اللي هو المفروض احنا هنتعامل به على اما شؤى سكنية او مباني سكنية او هنتعامل على الاراضي المقصمة للبيع هاخد جزء وجزء وكل واحد دي تمرين وهنقول في الامتحان شكل التمرين بيتوقع ان هو بيجي ازاي او الشكل بتاع الامتحان السؤال ممكن يجي بالطريقة دي او بالطريقة دي عشان خاطر تركزه في اشواء طيب نشوف الضريبة الاولانية على ضريبة النشاط التجاري والصناعي او التجاري الانشطة التجارية ارباح منشاءات تجارية وارباح اصحاب حرف لسه شراحها دلوقتي ارباح الصفقة الوحدة وتحقق اي نشاط وقلنا ارباح نشاط النقل بانواع تعال نشوف دلوقتي التمرين ارباح شراء وتشيد العقارات بقصد باعها العمارات السكنية التمرين ده كويس جدا وسهل ويتحاول يتحل بطريقة سهلة جدا بص بقى ركز وهاتي الالم والورقة بتاعتك عشان تركز على الارقام اللي هقولها المقال محمد اسامة يعمل في مجال تشيد المباني السكنية بغرض البيع وتحقيق الربح قام بشراء قطعة ارض مساحتها 500 متر مربع بسعر المتر 1000 جنيه اشتري حتة ارض المساحة 500 متر مربع والمتر الواحد ب1000 جنيه وذلك بغرض اقامة عمارة السكنية عليها مقوناة من 10 توابق لتكون كل طابق من شاقتين يبقى هو دلوقتي الارض مساحتها 500 متر والراجل بيشتري المتر ب1000 جنيه وهو عمل عمارة 10 توابق والشاقة او الدور شاقتين فيه شاقة 300 متر وشاقة 200 متر صرف عليها قد ايه عملة وصمصرة ورسوم تسجيل وتكاليف استخراج ترخيص وتكاليف مباني الممارة القامة بناء بناء العمارة كاملة 10 توابق بقى منها 8 شاقة كبيرة بـ 300 ألف و7 شاقة صغيرة سعر الشاقة 200 ألف قال لي المطلوب تحديد الضريبة او الشاقة تحديد تكلفة الشاقة كبيرة والصغيرة والضريبة المستحقة وتحديد ربح الممول وعلما بأن المصروفات البيعية والإدارية 174 ألف وحساب الضريبة المستحقة على الممول طيب طريقة حلها خطواتها سهلة جدا أول حاجة أنت بتفكر تشتري أرض عشان تبنى عليها عمار تعالوا كده نشوف خطواتها واحدة واحدة وحاول تفهمها مش حاول ما تحاولش تأيه تحفظها يعني دلوقتي عند التمرين جالي دلوقتي عايز أعرف هو إيه اللي طلبوا مني إراد نشاط تجاري عندي عمارة عايز أبنيها يعني أنا بفكر معك كده نفكر مع بعض واحدة واحدة لو أنت عايز تبني عمارة أول حاجة بتفكر فيها بتشتري إيه تشتري أرض بعد ما بشتري أرض ببدأ أبنيها عليها طيب البنى ده مش هيكلفني هيكلفني بقى زي ما أجيب لك في التمرين مصروف اتنين تلاتة رسوم وتسجيل استخراج مبان أو مثلا أعمال صحية أو مثلا أعمال مباني حاجات اللي بتتكلف كلها في بونى العمارة يبقى أنا لما أجي أبني عمارة أول حاجة أفكر فيها أشتري الأرض وهصرف عليها بعض المصروفات عشان خاطر أكملها عمارة كامل بعد كده هقولك تحسب الضريبة إزاي إنما أفكر خطوة خطوة ضريط الحل سهلة جدا أقولك العمارة مثلا اشتريت أرض باتنين مليون وبنيت عليها حاجات باتلاتة مليون يبقى العمارة بخمسة مليون ممكن تجي لك أربع مصروفات أو تلات مصروفات أو مصروفين أو مصروف واحد أقولك العمارة تكلفت كلها تلاتة مليون يبقى أنا جبت لك رقم جاهز في رقم واحد أقولك العمارة تكلفت اتنين مليون مثلا أعمال صحية ومباني ومليون صمصرة يبقى أنا أستمتها لك على جزئين يبقى تركز وتحاول تفهم ما تحاولش تعملها كده خطوات ثابتة وخلاص لأ لازم أفكر في التمرين شوي تحان الدبلوم لازم يجي متنوع بيقيس مهارات الطالب المتوسط والطالب الزاكي والطالب يتحاول تفكر عشان خاطر أعرف أنتج طالب يقدر يفهم المحاسبة دي من ضمن المواد المهمة جدا والأساسية إن شاء الله ربنا يا كريمك في معهد في جامعة في كلية رقم واحد المحاسبة طبعا المواد الثانية مهمة جدا بس أنا بقول المحاسبة أساس ربنا يا كريمك تطلع محاسب تطلع أي مهنة خاصة بعملات المحاسبة فالأساس عندك إيه؟ المحاسبة طيب عشان أفهمها لازم أنوع فكري نيكونش عندي فكري جامد يبقى من الحاجات كلها مش مسلمات حفظ تعتمد على الفهم رقم واحد طب هرجع تاني التامنين عشان ما نضيعش الوقت مع بعض على الجزء بتاعنا اللي احنا قلنا عليه سامن شراء الأرض المساحة في الساعة 500 في ألف بمليون ونص صرفت عليها زي ما جالي في التامنين عمله سمسرة 30 رسوم تسجيل 70 تكاليف استخراج الترخيص 250 ألف تكاليف مباني وعمال صحية ونجارة 2 مليون يبقى المجموع كله 3 مليون 850 ألف طيب عندك شقةين مساحة شقة المبنية بنقوله قانون سهل كده بيساوا مساحة كل شقة في عدد الطوابق شقة كبيرة 300 متر والصغيرة 200 متر هضربهم في عدد الطوابق عشر طوابق بنتهم يبقى الشقة كبيرة 3000 متر والصغيرة 2000 متر أجمع الاتنين مع بعض 3 و 2000 هيديني 5000 أقوله بقى إيه المتر الواحد بيساوا إيه ركز على القانون ده إجمال التكاليف العمارة اللي هو الرقم ده 3 مليون 850 ألف علم ساحة العمارة اللي هو الرقم ده 5000 طلع المتر الواحد ب770 جنيه طيب تعالوا بقى نشوف الشقةين اللي عندنا عندنا شقة كبيرة وعندنا شقة صغيرة الشقة كبيرة كم متر حضرتك قلت لنا حضرتك 300 متر طيب 300 متر في 770 اللي هو تكلفة المتر الواحد يدينا 231 ألف والمتين متر في 770 يدينا 154 ألف دي تكلفة الشقة طيب الراجل اللي باعي باقي بعمله جدول كده اسمه تحديد ربح الممول وده المطلوب التاني بيسوي إرابة بيع الشؤة عندك ألف التمرين باع الممول أو المقاول 8 شؤة كبيرة بـ 300 ألف الشقة هيطلع لـ 2 مليون وربعمائة وباع 7 شؤة صغيرة بـ 200 ألف الشقة هيطلع مليون وربعمائة أجمعهم يبقى 3 مليون وربعمائة عايز بقى تكلفة الشؤة هيبقى نفس رقم بتاع إراض البيع 8 شؤة كبيرة و 7 صغيرة أروح جايب إيه بقى أنا دلوقتي بنيت العمارة 10 طوابق بس بيعت منها 8 شؤة كبيرة وبيعت منها 7 شؤة صغيرة فبروح ضارب الرقم اللي هو نفس العدد 8 أو 7 بس في التكلفة شايفين الرقمين دول الشقة كبيرة مكلفان كام 2 مليون وربعمائة أو 211 ألف والصغيرة 154 ألف هضربهم في نفس العدد يبقى دا إيه يا ميستر دا 8 البيع ودا إيه حضرتك دا 8 التكلفة بتاع الشقة الوحدة إدان الرقمين دول جمعتهم 3 مليون 926 ألف هترحهم هيديني 874 ألف اللي فيه مصروفات بيعية وإدارية بـ 174 ألف هيتبقى 700 ألف أجي أقوله إيه بقى حساب الضريبة المستحق 700 ألف اللي هما طلعوا في آخر الجدول بتشيل منهم شريحة معفاة 8000 سابتة هيتبقى لك 692 وركز بقى في اللي أنا عايز أقول الشريح دي تركز فيها قوي 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 رقم دا 692 ألف خد منهم 22 ألف واضربهم في 10% هادييني 2200 وخد تاني 15 ألف واضربهم في 15% هادييني 2250 وخد برضو رقم 3 من نفس المبلغ يعني أنا بمسك المبلغ أقسمه على شريح الـ 692 ألف دول باخد منهم 22 ألف ثم 15 ألف ثم 155 ألف هلاحظ أن الثلاث أرقام دول سابتين بأرقامهم بنسبهم بكل حاجة يعني يا مستر حضرتك رقم بتاعنا لو كبير شوية كده يعني أكبر من كام أكبر من 192 ألف تبدأ تعمل الثلاث شريح دول أكبر من 37 ألف هعمل شريحتين اتنين زي ما بقول لكم دلوقتي بأحنا تاني نأكد الشريحة الأولى والتانية والتالتة سبتين طيب أقول لك بقى 22 ألف وخمستاشر 155 بالنسب طيب يا مستر مجموعهم دول كام شايفي 692 دول ألف اطرح منهم مجموع الثلاث أرقام دول 22 وخمستاشر 155 هادينا 192 لما حضرتك على الألة الحزبة تطرح 692 ألف ناقص 192 ألف تروح ضريبة في 22 ونص يديك 112 وخمسمية أجمع 222 2250 31 ألف يدينا و12 وخمسمية يدينا 147 950 التمرين أولا أني كده خلص عايز أدخل على التمرين التاني اللي هو ثانيا شراء الأراضي والتصرف ثم بيعها أنا دلوقتي خلصت اللي هو الضريبة بتاع العقارية الخاصة بشراء أرض ثم بناء عمارة سكنية أو مباني سكنية عليها ثم بيعها وتقسيمها للشؤاء هعرف الفرق يا مصر إزاي ما بين الأرض وما بين الشؤاء هم جزئين اللي عندنا ما فيش حاجة تالتة هم دول الجزئين اللي احنا مركزين عليهم لو قال لك حضرتك حضرتك إن العمارة مبنية على شؤاء هو لفظ كلمة عمارة سكنية مبنية والتاني بيقول لك أرض مقصمة للبيع عايز أفرق ما بين الاتنين لأن في الامتحان إما يجيلي الشكل ده أو الشكل ده التمرين ما بيجوش مع بعض عشان تركز في الفرق ما بينهم إما يقول لك في التمرين عمارة سكنية زي اللي أنا لسه حاله من شوية لو قال لك في التمرين الجزء بتاعنا اللي أنا بحله ده اللي هو لو قال لك فيه أراضي مقصمة للبيع يبقى احنا بنتكلم على الأراضي وطريقة الحل هي هي واحدة بل بالعكس الأراضي المقصمة بتبقى أقل شوية وأبسط في طريقة الحل وسهلة تعال نشوف دلوقتي الأراضي المقصمة للبيع هيتحل التمرين بتاعها ازاي ونشوف مع بعض طريقة الحل طيب المهندس حسام يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهيدها بغرب بيع فإذا علمت أن قام بشراء قطعة أرض مساحتها واحد مليون متر مربع بمبلغ عشرين مليون وبلغت النفقات عملها وصمصرة وأتعاب قانونية ومصروفات تمهيد وتقسيم وتسوية ونفقات توصيل المرافق والطرق المساحة المعدل بناء من الأرض بعد تقسيمها تونمائة ألف تم بيع خمسمائة ألف بلغت مصروفات الدعاء والإعنان والمصرفي الإقدارية والمالية وغيرها ماتين وخمسين ألف تحديد الضريبة تعالوا برضو نشوف الطريقة إجمال تكلفة الأرض سمن شراء الأرض جاية جاهزة حضرتك لو ما جبهاش جاهزة هضر بالمساحة في السعر زي امتحناك كتير قبل كده لو ما جبهاش جاهزة هضر بالمساحة في السعر أضر أجمع عليها ملوصمصرة وأتعاب قانونية ومصروفات تمهيد ونفقات توصيل طلع المجموع 24 مليون أحسب المتر زي من الأرض الصالحة تكلفة المتر الواحد إجمال تكلفة الأرض لـ 24 مليون على المساحة المعدة البناء وإذي المساحة المعدة البنائية قال للمساحة المعدة البناء 800 ألف فأسمتها على 800 ألف طلعت كام 30 جنيه للمتر نبدأ بقى نحل الجدول بتاعنا الراجل بقى 500 ألف متر بسعر 50 جنيه هيطلع 25 مليون و50 ألف متر فيه 30 جنيه هيطلع عندي 15 مليون أكترحهم هيدينا 10 مليون والمصرفات التبعية والإدارية طالع بـ 2 مليون ونص هيبقى 750 ألف هقسمهم شريح زي اللي فاتت اللي هو هشيل 8000 شريحة معفاة وأسم 22 ألف ثم 15 ثم 155 وبعد كده قلت الثلاثة الأولين دول سوابت هاخد الرقم اللي طلع ده 749 ألف أو 7 مليون ربعمية 2 وتسعين ألف أطرح منه 192 ألف واضربه في 22 نص عالمية هيديني الفرق تعالوا بقى بصوا على التاملين السريع ده المهندس كمال الدين يعمل في المجال شراء الأراضي برضو شراء أرض ركزوا في الجزء ده عشان بتيجي الترفي متحنات بالطريقة دي قام بشراء قطعة أرض بلغت جملة تكاليفة من سمن شراء الأرض وعموله صمسرة ومصاريف 3 مليون والمساحة المعدل بناء 55 ألف تم بيع 40 ألف بسعر مية بصوا يا جماعة هنا إجمال تكاليفة الأرض مش محتاج أضرب مساحة في سعر ولا أضرب حاجة ولا أجمع عليها مصاريف هو جابها جهزة ب3 مليون طب أنا لسه آيل تكلفة المتر الواحد بيساوي إيه إجمال تكلفة الأرض على المساحة المعدل البناء هيطلع 60 جنيه للمتر الواحد وروح أميله الجدول العادي جدا زي ما أنا حليته 40 ألف متر باع المتر ب100 جنيه هو قال في التمرين هادينا 4 مليون و40 ألف متر باعهم خلي بالك المساحة المعدل البناء 50 ألف متر بس هو باع 40 ألف يعني فيه باع منها جزء فتعتبر في 60 جنيه هادينا 24 مليون اتبقى 16 نقص مصرفات بيعاء وإدارية بـ 100 ألف أو بـ 10 تلاف يبقى منه 600 ألف نقص 100 ألف يدينا مليون ونص واحسب الضريبة بتاعتي عادة جدا ما فيهاش أي مشكلة وهناخد الضريبة كده بسرعة الضريبة الأخيرة وهي ضريبة إرادات المهن الحرة أو إرادات المهن غير التجارية طيب المهن التجارية دي تركزوا معي شوية كده فيها إرادات المهن غير التجارية ده آخر سؤال عندنا النهاردة في حلقتنا الأولى اللي هي إرادات المهندس والمحاسب والطبيب عندنا ثلاث مهن تجارية أو مهن قصد غير تجارية المهن حرة هي المهن التي تقوم على العمل المستقل الذي يستقل العامل أو صاحب العمل أو الممول بنفسه يعني أنا مش تحت إدارة وإشراف حد يعني لما يكون عندي مكتب محاسبة لما يكون عندي عيادة لما يكون عندي مكتب مثلا طبيب أو محاسب أو مهندس مكتب هندسة كل ده بيعتمد على أعمال حرة أو بنسميها ضريبة النشاط الأرباح غير التجارية أو الأرباح المهن الحرة المهن الحرة اللي هي المهنة التي تكون غير مرتبطة بمكان معين يعني أنا مثلا دلوقتي أما أكون طبيب الصبح شغال في المستشفى بعد دور فاتح عيادة أنا عايز أشوف بقى إرادات نشاطك عن العيادة وعايز أركز في دي في نقطة جاء برضو عليها بعض الأفكار لما يكون سيادتك تمسك دفاتر منتظمة هنحل التمرين بالطريقة اللي احنا بنحل عليها دلوقتي ركز معايا لما تكون حضرتك تمسك دفاتر منتظمة وإنت عندك مهن حرة أو أرباح غير تجارية اللي أنا هشرحها عندنا ثلاث مهن بس مقررين علينا مهندس محاسب طبيب في مهن كتير قوي زي الرسم ومهن تانية زي مثلا بعض الأعمال الأخرى زي مثلا المهن الحرفية دي كلها برضو مش مقررين علينا أو إحنا مش هندرسها إحنا بناخد المهن الأساسية دلوقتي وبرضو في زي المحامي إحنا عايزين ناخد مهندس طبيب محاسب طيب مهن يعني حرة يعني أنا صبح شغال في المستشفى بعد الظهر عندي عيادة عايزة حسبك على عيادة بتاعتك طيب علق رب بتاعها وصف ربح بتاعك لانت بتطلعه من العيادة اتنين مهندس شغالوا الصبح في شركة مقاولات بعد الظهر فاتح مكتب هندسة فحسبوا عليه طيب اللي عايزة أقوله بقى دلوقتي لو حضرتك تمسك دفاتر منتظمة هشوف إراداتك وشوف نفقاتك وإيه اللي يعفى وإيه اللي ما يعفاش أو اللي احنا مش هنعفيه وابدأ أحدد بتاعك ربح بتاعك وابدأ أحسب الإيه الإرادات بتاعتك أو صف ربح بتاعك واحسب الضريبة المستحقة عليك لو انت مش ماسك دفاتر منتظمة احنا بنعملها في خاطر إرادة اللي أنا حققته مثلا بيجيب الإجمال بتاع الإراد نفترض تلعب بمئتين ألف واشوف المصرفات مثلا بتمانين ألف يبقى أنا عندي دلوقتي الصافي المتين ألف نقص التمانين إداني مئة وعشرين أضرابهم في نسبة سابتة عشرة في المية تاني لو انت عندك دفاتر منتظمة يبقى هعمل الجدول اللي أنا هقولك عليها دلوقتي وخطوات الحل بتاعتنا إنما لو انت مش ماسك دفاتر منتظمة غير لا يمسك دفاتر منتظمة بتجيب إراداتك تطرح منها النفقات يديك صاف الإراد تحسب عليه الضريبة في عشرة في المية هدى معكم دلوقتي في مهنة من المهن التلاتة اللي احنا نقولهم والتلاتة كلهم إيه ما فيش اختلاف من بعض ونشوف بعض النقطة اللي هي وقفت قدامنا وتحاولوا تركزوا فيها عشان دي مهمة بالنسبة السؤال الأولاني تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمل غيره وبصفة مستقلة ويحتاج مباشرة شروطها بقى مزاولتها شروط خضاعها قيام المهنة على عنصر لعمل احتراف المهنة التكاليف واجبت الخاص إيجار أجور المرتبات مصرفات عمومية مصرفات سفر مصرفات مشتركة مثل التليفون والسيارة أن تكون المصرفات حقيقية مؤيدة مستند دي مهمة جدا لازم تكون المصرفات بتاعتك حقيقية ومؤيدة بالإيه؟ بالمستندات ركزوا كده على عجالة معايا عندي فيما يلي بيانات خاصة بمكتب محاسبة يملكه حمدي كمال ده مكتب محاسبة أدي إراداته أتعب حضور جلسات عن نيابه أرباح بيع أجهز الكمبيوتر ركز بقى في موضوع الإرادات ده لأننا هرس كل حاجة دلوقتي الموضوع مش صعب أتعب محاسبة ومراجعة أتعب دقديم إقراءات ضربية تمام؟ ضريبة نيابة عملائه أرباح بيع أساس مستهلك عمولة عن توصوته الأحد العملاء في عمارة أرباح بيع قطعة أرض ياملوكها أتعب تصميم نظم وحاسبية اشتراك نقاط للتجاريين منها اشتراك نادي الرياضي استهلاك مصرفات تبارعات لجماعة عمومية المطلوب أتعب المحاسبة والمراجعة الممول على حياته المصلحة زوجته وأولاده مكافأة شهرية المساعدين 1500 واجر المكتب 700 طب بص بقى التامنين كده بسرعة بتمسك كل إراداتك اللي هي إيه بقى؟ أتعب حضور جلسات نيابة عن عملاء أي حاجة متعلقة بإرادات أو بنشاط المكتب تحط لها رقم بتاعها هيضف رقم بتاعها ويخضع للضريبة أي حاجة ده الراجل ده مكتب محاسبة أو مهندس محاسبة أتعب حضور جلسات ده بيعملها ياخد الإرادات بتاعه أرباح بيع جهزة كمبيوتر مستهلكة طالما دي أرباح رأس مالية تحط طالما مرتبطة بنشاط المكتب أتعب محاسبة ومراجعة أحط لها رقم بتاعها هيضف للإرادات أتعب تقديم إقراض درابية أنا نيبة عملاء ما فيش مشكلة أرباح بيع أساس مستهلك أحط رقم بتاعها أم معمولة عن توصوته الأحد العملاء في بيع عمارة لا تأثير أرباح بيع قطعة أرض يملوكها لا تأثير دي مش مرتبطة إعلاقتي أنا مكتب محاسبة إن أنا توصت لوحد في بيع عمارة أنا مش سمسار أو أبيع قطعة أرض بتاعتي ملهاش علاقة أتعب تصمية نظم محاسبية بعشر تلاف يدينا مية خمسة و سعين ألف نكمل الجزء بتاعنا اشتراك نقابة التجاريين المصرفات بقى يبقى أنا خدت الإرادات كلها تلعب بمية خمسة و سعين عايز أركز دلوقتي على حتة إن ده يغضع للإراد ولا لا يغضع يعني مثلا لو قال لي نظير أحاديث تلفزيونية ركزوا على الكلمة دي لو قال لي مكررة ركزوا عليها لو قال لي مكررة هحط الإيه طبعا بيجيبها لي بطريقتين يا إما مكررة يا إما غير مكررة لو مكررة تغضع للإراد وحط لها رقم بتاعها قال لي غير مكررة لا تأثير ما ليش دعوة بيها طب لو قال لي نظير أحاديث تلفزيونية و ما ذكرش مكررة و غير مكررة يبقى تعتبر غير مكررة طب اشتراك نادر رياضي هو اشتراك النقابة ستة تلاف و نص فيه اشتراك نادر رياضي ألفين و خمسمائة أحط اشتراك النقابة لما اطرح لتم مع بعض بأربعة تلاف اشتراك نادر رياضي غير مرتبط بالنشاط استهلاك أصول سابتة يتحطي لها رقم مكافآت مصرفات عمومية بجمع كل دول بـ 63 ألف أتراحهم من 195 يتبقى لـ 132 ألف بمسك إيه بقى؟ بمسك التبرعات لجمعية خارية مصرية مشاهرة دي موجودة في التمرين أقوله صفي الإراد اللي أنا طلعته 132 ألف فعشر على مية يدينا 13 ألف ومتين وهو دفع 12 فأيهما أقل كام؟ طبعا أيهما أقل عندي 12 ألف حجم أطرح الـ 132 من الـ 12 يتبقى لـ 120 أقوله بالراجل مأمن على حياته المصلحة زوجته وأولاده بواقع 300 جنيه في الشهر يبقى 312 بـ 3600 أقصات التأمين ما تزدش عن 3000 طب هو كتب 300 بيدفع 300 في 12 بـ 3600 أطرح الـ 120 الـ 13000 هيديني كام 117 أطرح منه الشريحة المعفاة 8000 يدينا 109 ده صافي وعائد ضريبة وأبدأ بعد كده أعمل له الشريحة 22000 في 10 على مية 15000 في 15 على مية وأروح ماسك الـ 109 طريحهم من 2215 لهم هيديني 37 وأضربها في 20 على مية وأجمع هيديني 14 400 أجمع 22000 و22000 أو 1250 و14 يبقى 18 و250 وأعمل ملاحظات أعمل عن توسطة في عمارة لا تضع دمني الإرادات الخضع للضريبة أرباح بيع منزل يملكه لا تخضع للضريبة أرباح بيع منزل يملكه لا تخضع للضريبة لأنها غير مرتبطة مكافئات المساعدين تخضع للضريبة على الأساس إيجار العيادة يخضع للضريبة على أساس واشتراك نادي رياضي يستبعد لأنه مصروف شخصي طيب إحنا كده يعتبر خلصنا الجزء بتاعنا بتاع المحاسبة أو الأسئلة الجزء الأخير بس اللي عايز أتكلم عليه قبل ما أختم معكم اللي هو بتاع المهن الحرة إذا كان محاسب أو مهندس أو طبيب ركز لو قال لي الحاجة مقررة يعني مثلا نظير أحاديث الفيزيونية لو جات في التمرين مقررة كلمة مقررة دي تخضع للضريبة يعني أنا بروح دلوقتي كل أسبوع حلقة تعليمية أو حلقة مثلا وأنا بخضع للضريبة أو بيستضفوني في بعض القنوات فدي تعتبر مقررة تخضع للضريبة إذا كنت دكتور أو محاسب أو مهندس تركزوا في الألفاظ برضو عايز أقول بالنسبة لأدوات النظافة اللي جات في امتحان الدور الأول طالما أدوات النظافة وفي مصروفات عمومية في التمرين أدوات النظافة لا تضع في حالة إذا كانت المصروفات غير مؤيدة بالمستندات لو المصروفات العمومية والإدارية مؤيدة بالمستندات لا منع أن المصروفات النظافة تتحط في مصروفات السيارة يجب أن تكون مصروفات السيارة متعلقة بنشاط المكتب عشان أضربها أو أخذ التلتين طب لو أنا جيت قلت لك في تمرين مصروفات السيارة خاصة بي ما لهاش علاقة بالمكتب يبقى مش هدف لها رقم وعايز بس شوية تركيز محاسبة متطورة متنوعة فيها تفكير فيها تركيز وربنا يوفقكم وإن شاء الله بإذن الله تبدأوا تحلوا كويس وتطبقوا على التمرين دي تابعونا في الحلقات السابقة على قناة مصر التعليمية على اليوتيوب وتابعونا على برامج المحاسبة وخصوصا محاسبة الضرائب كان معكم أستاذ محسن الشريف معلم بوزارة تربيع التعليم تمنية لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته